شأن دولي آخر دع زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين البرلمان إلى الإطاحة برئيس الوزراء بوريد جونسون قبل أن يقدم أو يقدم على إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق حتى كوربين الأحزاب المعارضة على عدم منح اتقال حكومة جونسون والعمل على تعيين حكومة مؤقتة بديلا عنها وعرض كوربين أن يترأس الحكومة المؤقتة التي تكون مدتها محددة متعهدا بأنها سترجع خروج لندن من الاتحاد الأوروبي وستجري انتخابات أعمة ننضم إلينا الآن أستاذ بهاء محمود المتخصص في الشؤون الأوروبية أستاذ بهاء بعد التحية إذن ما رأي حضرتك في هذه الدعوة جيريمي كوربين الآن يعرض على البرلمان مسألة الإطاحة ببوريد جونسون هل هذا أصلا فيه إمكان البرلمان وإذا كان في إمكانه هذا ما مصير هذه الدعوة أو قبول البرلمان لهذه الدعوة مبدئيا طبعا الدعوة في الجزء الخاص بصحب الثقاة متاحة طبعا وفيه دعوات كتيرة عرضت هذا الأمر لكن الصيغة بتاعت إنه يكون فيه يعني ده رئيس الزراعة مؤقت دي مش موجودة في الدستوري البريطاني أو مسألة القوانين اللي متاح هناك إنه عندما يتم تسحب الثقة من الحكومة الموجودة يمنح له الحزب الأكثر أصوضا بعد الحزب الهاكم يمنح عدد أيام 14 يوم حتى ينال ثقة باقي البرلمان بحالة إنه لم ينال ثقة البرلمان يحل البرلمان عموما ويتم الدعوة لانتخابات مبكرة هذا قانون الانتخابات أو قانون البرلمان أو القانون المعمول به في بريطانيا ما يعرف الآن داخل بريطانيا إنه تحركات جونسون من ناحية الأخرى بدأت فاشلة إلى حد مالي إنه راهن على الدعوة لسوكلندا ودعوة التهيران الشمالية وبائل وويلز في مسألة إنه يتم حسفه مع الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون انتفاق وإنه ده أفضل لبريطانيا الخيار الأخر يفكر فيه جونسون إنه يعني يتم غلق البرلمان أصلا وهذه الحيلة يعني لو كانت متاحة قانونيا لكن صعلتها يعني اتزمي بدل من الوقوف على كل هذه الفترة ولكن الكثيرون يشيروا إلى هذه الورقة أو هذا الإجراء بأنه موجود بالفعل في بريطانيا ولكن لم يتم استخدامه يعني لم يتم استخدامه من قبل أي رئيس وزراء فيما يخص غلق البرلمان أو غلق مجلس العموم حتى تملير قرار معين أو الإجراء أو القيام بإجراءات معينة في البلاد لم يقم أحد باستخدام هذه الوسيلة أو هذه الطريقة ولكنها موجودة بالفعل هل هذا صحيح؟ أنا أعتقد أن هذا غير صحيح للسبابين السبب الأول أنه لو كان متاحا لما تعبت تريزا مي أكثر من عامين ولكن تريزا مي أستاذ بها كانت شخصية تفاوضية شخصية تحاول أن تكون توافقية تحاول أن تقنع أو تقنع الآخرين بوجهة نظريها وبالاتفاق الخاص ببريكزيت يعني هي كانت تتسيم بمواصفات ليس لها علاقة بمسألة أنها تجنب البرلمان أو تغلق مجلس العموم حتى بالعكس لا حاولت في بداية حكمها أن تفعل ذلك لقد أنه كان هناك مفاوضات سرية تمت دون أن يعلق عنها البرلمان لدرجة أنه في ديسمبر 2017 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في بريطانيا انتيجت بعض الدعاون التي رفعت على تريزا مي طالبت تريزا مي وطالبت أي حكومة بريطانية أنه لن يمر أي اتفاق يخص بريكزيت إلا عن طريق البرلمان وبالتريزا مي لم تكن يعني تفعل ذلك عن طيب خاطر أو أنها مسألة الديمقراطية أو المفاوضية لا خالص بل كانت تفعل ذلك لأنها مجبرة بنص حكم دستوري خارج من محكمة الدستورية وهو نص النص الذي أكبرها طوال سنتين هو نص النص الذي يستند عليه الآن أكثر من معارض داخل بريطانيا داخل برلمان بريطاني على وجوب منع زونسون من خلق زون الاتفاق وهو نص النص الذي يعرفه كل المعارضة البريطانية سواء هزب العمال أو غيره إنه إذا أقدم على ذلك على غلق البرلمان سوف يكون هناك دعوة لحل الحكومة أصلا أو لن يمر أصلا هذه المسألة من أمام المحكمة كذلك مسألة الديموقراطية العمومة في بريطانيا أمر حاسب يعني لا يعقل أن يغلق البرلمان وهو في دولة برلمانية نحن لانت حتى عند دولة رئاسية فهو من صلاحات الرئيس أن يحل البرلمان حتى حتى عند دولة برلمانية تقوم كل قراراتها على البرلمان فإذا غلق البرلمان لن يكون هناك ديمراضية في بريطانيا كذلك مسألك سمعت حزب المحافظين عموما أن يتم اتخاذ هذه الخطوات خطر جدا على الحزب المحافظين وقد يدفع المحافظين نفسهم لسحب الثقة من جونسون في حالة اقدام على هذه المسألة. من ناحية اخرى وهو الامر يعني الذي يدفع جيريم كوربن الحديث عن منذ صحب الثقة هو وجود اصوات حقيقية داخل حزب المحافظين يعني دعت للتعاون مع حزب العمال والمعارضة لسحب الثقة من اه جونسون. اذا جيريم كوربن عندما تحدث عن صحب الثقة لا يتحدث من فراغ ولا يتحدث لمجرد شهود حكم او انه اه رغب في التغيير او علاء مصلحة الوطنية. بل هو يعلم تماما هذه الدعوات داخل حزب المحافظين. ويعلم تماما ان هناك اتجاه اللي لم يكن بالكبير لكن على الاقل هو اتجاه يكفي لاسقاط حكومة جونسون. يعني لو لو اردنا مثلا انه الاصوات الذي منحت اه جيريمي هنت اه نفسها في انتخابات المحافظين. هذه الاصوات كافيرة اذا انضمت المعارضة انت اه تقصي جونسون. طيب استاذ بها اذا كان القرار في يد مجلس العموم اصلا وانه اه يعني جونسون لا يستطيع انه اه يتم اغلاق البرلمان حتى تمرير اه الخروج من دون اتفاق. اه لماذا كل هذا اللغة وهذا القلق من اه جانب المعارضة او حتى من جانب المحافظين انفسهم. اه فيما يخص مسألة الخروج من دون اتفاق اه اذا كانت اصلا اتفاقية مي او اقتراح مي اه بشأن الخروج لم يلقى قبول لثلاث مرات رغم انه اه كان يعني اتفاق وكان هناك بنود في هذا الاتفاق عكس جونسون الذي يريد الخروج من دون اتفاق اصلا. يعني مسألة منورات سياسية مسألة ضغوط على جونسون من ناحية اخرى مسألة الخروج بدون اتفاق نفترض انه اه في في اعتقاد مسلا ولو تقليل ان جونسون يقنع حزب المحافظين باكمله يقنع بين اتفاق فهذه الحالة اه تخرج بريطانيا بدون اتفاق عن طريق موافقة البرلمان يعني هو العبرة في فقط عدد من الافواد الضئيلة الكافية اللي الموافقة وهي عبارة عن حزب المحافظين باكمله زائد عشر اصوات خاصة بحزب ارلندا الشمالية او حزب الوحدوي من ارلندا الشمالية. فهي الفترة تخوفات ان يستطيع جونسون باي وسيلة ما اقناع الحزب. لكن بالتالي في خطورة على بريطانيا من خلال انتفاق. لكن مسألة انه البرلمان قادر اه في حالة انه يأخذ اصوات جزء ولو من المحافظين مع التكتل مع ذلك. فحالة انه محافظين كلهم اجمع عدراء واحد انتهت المسألة طبعا. بشرط الحصول على عشر اصوات الحزب الوحدوي. عموان انا بشكر حضرتك جزيلا شكري استاذ بهاء استاذ بهاء محمود المتخصص في الشؤون الاوروبية وايضا مشاهدين اللي كرام الان سنذهب الى فاصل قصير ونعود لاستكمال الان الان المستمر معكم ابقوا معنا اشتركوا في القناة